سؤال واحد يمكن لي استعمال أضواء الضبابة دي الخلف؟ نعم، الجواب واحد لا، الجواب زوج هناك كيف كان لحظوا في هذه الحالة عندنا دروف دي الشتاء فوق الشتاء ما كنستعملوش أضواء الضبابة دي الخلف كنستعملو فقط أضواء التقابل زائد أضواء الضبابة دي القدام يدلنا إن جواب صحيح ورقم زوج سؤال جوج كي تواجد المنحدر الخطير على بعد 800 مترو نعم، الجواب واحد لا، الجواب زوج الإنحدار هو 6 متر لكل 100 مترو نعم، الجواب 3 لا، الجواب 4 فالسؤال كيف كان لحظوا عندنا منحدر على بعد 800 مترو بنسبة الإنحدار دي اللي السفل المية الجواب صحيح رقم واحد وثلاثة سؤال 3 ندوز، قبل العربة الخضراء، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج قبل العربة الزرقاء، نعم، الجواب 3، لا، الجواب 4 في هذه الحالة، سندوز قبل العربة الخضراء، لماذا؟ لأن العربة الخضراء عندها خط الوقوف، هذا اللي لاحظوا هنا مرسوم في الأرض إذن سندوز قبل منها كذلك سندوز قبل العربة الزرقاء، لأن العربة الزرقاء، الزرقاء، عفوان جاءت على ليسر ديالي، ما نعطيش الأسباق هي اللي جاي من ليسر جواب صحيح رقم واحد وثلاثة سؤال 4 يمكن لي نقوم بتجاوز هات الشاحنة، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج كيف كان لحظو هنا يكن سيرو في طريق دات اتجاهين هنا كيف هدي عدنا هنا خطوط مرسومة متقطعة، إذن هات طريق دات اتجاهين حيث كتكون طريق دات اتجاهين كتبالي هاد العربة كتحجب علي الرؤية، كذلك ما يمكن لي نقوم بتجاوز الشاحنة، ما جاوب صحيح رقم زوج سؤال 5 يمكن لي نغادر هاد المكان، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج قبل ما نطلقوا من العربة دينا، لازم من راقبوا جيدا المرآت الجانبية، اللي هي هدي، كلاحظو هنا غروب الشمس، كي يحجب علي الرؤية، إذن ممكنش نغادر هاد المكان، جواب صحيح رقم زوج سؤال 6 في هاد الاتجاه من الطريق، يمكن لي التوقوف بعد هاد العالمة على ليمن، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج على ليصر، نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب اربعة سؤال 7 سؤال 7 يمكن لي نستعمل إشارة ضوئية، نعم، الجواب واحد، لا، الجواب زوج ننقص من السرعة، نعم، الجواب ثلاثة، لا، الجواب اربعة في هاد الحالة كنت قابل معاربة، مش على دو الطريق، غدي نستعمل لي إشارة ضوئية، ليش؟ لأن دو الطريق كي يعمي، باش ننبهو باش يطفي دو الطريق نقص من السرعة داروري، داروري، بنقص من السرعة جواب رقم واحد وثلاثة سؤال 8 هاد العالمة كتعلم على أن السير غيوليه افتجاه واحد، الجواب واحد انتهاء مسلك التجاوز، الجواب زوج، انتهاء السير افتجاه واحد، الجواب ثلاثة، مسلك نجدة، الجواب اربعة هنا عندنا هاد العالمة كتعلمنا بنهاية مسلك تجاوز اللي هو المسلك اللي كنلاحظو في الوسط هاد المسلك التاني هو كيف كان عارفوه هو مسلك تجاوز حيث كي يوليه على هاد الشكل كي يعلمنا بأن مسلك تجاوز سالة مباش عندي الحق في تجاوز وكذلك كي يرافقوا هاد العالمة هاد الأسهم اللي كنسميوهم أسهم الإنحياز دارجاوب صحيح رقم زوج سؤال تسعود حركة السير في هاد الطريق غتكون مؤقتة في الاتجاهين بزوج نعم الجواب واحد، اللا الجواب زوج هنا عندنا حركة السير ذات اتجاهين وهي صفرة بمعنى أنها مؤقتة لو الأصفر دائما كيشير العلامات المؤقتة نعم جواب رقم واحد سؤال عشرة في هاد الحالة من اللي واجب نقص من السرعة نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هاد الجرار اللي العرض دياله كيزيد على جوج ديال الميترو خاصه يسمح ليه بالمرور نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة نحن في هاد الحالة عند تقاول كيف كاللاحظو كنتقابله مع هاد الجرار غدي نقص سرعة أول شيء هي اللولا أو رقب واحد وهاد الجرار للعرض دياله كيزيد على جوج ديال الأمطار خاصه يسمح ليه نعم كذلك خاصه لازم ما يسمح ليه الجواب رقم ثلاثة لأنك كيف كاللاحظو عنده مكان متساسع للخروج أو لسماح بالمرور الجواب رقم واحد وتلاثة سؤال حداش الإشارات الطرقية كتعلم على منحدر خطير الجواب واحد طريق دون مخرج الجواب زوج مسلك النجدة الجواب ثلاثة مكان الاستيراحة الجواب ربعة هاد العلماء كدل كيف كنلاحظو على منحدر خطير هاد منحدر الجواب رقم واحد سؤال اتناش عند ملتقى الطرق اللي جاي غاندور عالليصر نعطي حق الأسباقية اللي من نعام الجواب واحد لا الجواب زوج اللي صر نعام الجواب ثلاثة لا الجواب اربعة نعطي هذه العلماء لك تعطيني الأولوية في ملتقى الطرق اللي جاي باش ندوز أنا اللول ما نعطي لا اللي جاي من لي من ولا اللي جاي من ليصر إذن أنا اللي عندي الأولوية نجاوب صحيح رقم زوج وربعة سؤال تلطاش يمكن لي التجاوز نعام الجواب واحد لا الجواب زوج هنا كدل لاحظو عدنا هاد الأسهم الانحياز اللي شرنا لهم من قبل هما كي يجبروني باش نحزلي من أو نشدلي من لأنه نخط من بعد غادي التاصل إذن ما يمكنش لي التجاوز الجواب رقم زوج سؤال 14 يمكن لي نوقف علي من على جنب الطريق نعام الجواب واحد لا الجواب زوج هنا كنسوق خارج المدينة يمكن لي نخرج الجنب الطريق ونوقف نعام عندي شي عالمة كتمنعني من نوقف أو التوقف إذن ما يمكن لي نوقف على جنب الطريق نعم جواب رقم واحد سؤال 15 بعد هاد العالمة يمكن لي السير بسبعين كيلومتر في الساعة الجواب واحد تسعين كيلومتر في الساعة الجواب زوج ميات كيلومتر في الساعة الجواب ثلاثة كيف كنلاحظو هنا عندنا علامة نهاية تحديد السرعة وأنا كنسوق خارج المدينة يمكن لي نمشي بسبعين تسعين وكذلك مية ما نتجاوزش السرعة مية إذن نجاوز حيح رقم واحد زوج وثلاثة سؤال 16 يمكن لي التجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا كنسوق في طريق السيار داتي جاو واحد العربة اللي قدامي غادي تخرج من طريق السيار من مسلك التباطؤ اللي كنسميه مسلك التباطؤ هو خارجة دي الطريق السيار هاد الحالة يمكن لي تجاوز من جهة لسر نعم جواب رقم واحد سؤال 17 غا ندور علي من عند ملتقى الطرق اللي جاي من لازم نوقف فعد لا الجواب زوج غا نعطي حق الأسباقيات اللي جايين عاللي صار فقط نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة هنا في ملتقى الطرق اللي جاي هاد العلامة كتعلمني بوجود علامة قيف على بعد 150 متر وغا نجبرها في ملتقى الطرق اللي جاي من لازم علي الوقوف نعم الوقوف إجباري الجواب رقم واحد وغا نعطي الأسباقية ماشي اللي جاي من اللي سر فقط بل اللي جاي من اللي سر ولي من الجواب رقم ربعة لأن قيف كتحت مني نعطي الأسباقية اللي جاي من التجاهين بجوج من اللي سر ولي من سؤال 18 أول علامة كتشير الخط متصل الجواب واحد الانتهاء المنع الجواب زوج عقبة الجواب ثلاثة أن التوقف ممنوع الجواب ربعة أول علامة هي هذه اللي كاللاحظه كتدل على نهاية المنع جواب رقم زوج سؤال 19 يمكن لي التجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا غدي نوصلوا لملتقى الطرق ما عندنش فيه الأسباقية كيف قد تعلمنا هاد العلامة نعطي الأسباقية اللي جاي من اللي من إذن ما يمكنش لي التجاوز منتقى الطرق اللي غنعطي فيه أنا الأسباقية الجواب رقم زوج سؤال 20 في هاد الظروف هناك خطر نزلاق العربة نعام الجواب واحد لا الجواب زوج ملواجب نمشي بأضواء التقابول مشعولة نعام الجواب ثلاثة لا الجواب اربعة هاد الظروف اللي كنلاحظو هي ضروف ديالشتا كين خطر نزلاق نعام جواب رقم واحد ملواجب علي نشعل ضوء تقابل يفعرفنا في وقت شتا كنشعله ضوء تقابل وكنزيده من ضوء ضبابة ديالأمام فقط جواب رقم ثلاثة سؤال 21 يمكن لي نتابع تجاوز نعام الجواب واحد لا الجواب زوج نعام فالحالة يمكن لي نتابع عملية تجاوز يعني كنتجاوز في طريق السيار لا تجاوز واحد جواب رقم واحد سؤال 22 العربة الحمراء نقصت من السرعة ديالها نتجاوز الجواب واحد ننتظر بش نتجاوز الجواب زوج هنا في هذه الحالة نمكن لي نتجاوز لأن هذه العربة تقوم بعمليات الانطلاق إذن سنتظر بش نتجاوز يدخل لهذه المسلك الثاني جواب صحيح رقم زوج سؤال 23 السائق فيكون معرض للتعب أكتر إذا كانت أحوال الجو مزيانة جواب واحد صعيبة جواب جوج هنا صعيق تكون معرض للتعب أكتر إذا كانت أحوال الجو صعيبة مثلا إذا كانت ظروف ديالدبابة أو الشاة أو جموعة من الأشياء الجواب رقم زوج سؤال 24 إحصائيا هناك خطر باش نتعرض لحادثة جسمانية قريبة من ضاري الجواب واحد بعيدة من ضاري الجواب زوج هنا الخطر كيكون كتر أو الحوادث كتكون كتر في بالنسبة للحوادث كتتزاد كتر إذا كنت قريب من ضاري أو لكان السائق قريب من ضاره علاش لأن في هذه الحالة كيكون قريب من ضاره كيسوق بسرعة إذا السرعة هي السبب في الحوادث العكس إذا كان بعيد كيكون واخد الحاضر والحسياتات اللازيمة الجواب صحيح رقم واحد سؤال 25 باش نتجاوز صاحب الدراجة النارية ما اللي واجب نخلي مسافة جانبية ما كتقلش على مترو الجواب واحد مترو نص الجواب زوج هناك كيف تكننا أن القاعدة تجاوز الدراجة هي نخلي مترو في المدينة ومترو نص خارج المدينة إذا جواب رقم واحد كيف نلاحظو هنا في المدينة لأنه عندنا البطوات للإنارة العمومية باش نعرفو المدينة نجاوز صحيح رقم واحد سؤال 26 كان مشي بسرعة 90 كيلومتر في الساعة مسافة الأمان كافية نعم الجواب واحد لا الجواب زوج إذا هنا باش نحسبو مسافة الأمان كنا نحدوها بهذه الخطوط اللي علي من ديالنا هذه الخطوط باش كنعرفون مسافة واش كافية أو غير كافية إذا القاعدة اللي غادي نتبعو كنا هي أنه السرعة ابتداء من 100 وأقل لازم من توفره على جوج الخطوط فقط فهي كافية السرعة أكثر من 100 لازم من توفره على ثلاثة ديال الخطوط فهذه الحالة أنا كنسوك بـ 90 إذا جوج خطوط كافية السؤال 27 كان نمشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة أنا في الوضع المناسب من الطريق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نعم في هذا الحالة أنا كنسوك في الطريق السيارة هذا هو الوضع المناسب الجواب رقم واحد سؤال 28 هناك خطار ننحازم المصار نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هناك خطار فينا هو الخطار هو هذا هذا خطار ديال الرياح هذا كيعلمني بالتجاه ديال الرياح لازم ننحازم المصار لأن الرياح كتدفعني وكتخرجني من المصار الصحيح إذا قد نحاز شوية على الرياح الجواب رقم واحد سؤال 29 يمكن لين تجاوز العربة الزرقة من ليمن؟ نعم الجواب واحد لا الجواب زوج من ليصر؟ نعم الجواب ثلاثة لا الجواب اربعة كيف كنعرفوا أن التجاوز كيكون من جهة ليصر مشي من جهة ليمن إذا ليمن ما يمكنش لتجاوز جواب رقم زوج وليصر قبل من تجاوز لا بد من مراقبة لمرأة داخلية كيف كنلاحظو هنا عندي مجموعة منها العربة بس كتقوم بعملية تجاوز إذا ما يمكنش نتجاوز لا من ليمن ولا من ليصر سؤال 30 ننحازل المسلك ديال ليمن نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا أنا كنصوك في طريق السيار وشاهد المسلك الصحيح اللي هو هذا إذا ما عنديش علاش نحازل المسلك ديال ليمن الجواب رقم زوج سؤال 31 عند ملتقى الطروق يمكن لي نغير التجاه ليمن نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نغير التجاه ليصر نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة نحن كيف كلاحظو عدى ملتقى الطرق وصلت ليه عندي علانة ممنوع ندور عن ليمن إذا ما يمكنش نغير التجاه ليمن بل غادي نغير التجاه على ليصر جواب رقم زوج وثلاثة سؤال 32 يمكن لي التوقف على الرصيف ديال ليمن قبل العلمة نعم الجواب واحد لا الجواب زوج بعد العلمة نعم الجواب ثلاثة لا الجواب ربعة عندنا هنا يا علامة ممنوع التوقف وعندنا هنا يا هدل الأسهم مرافقين لها هدل الأسهم هدوك يحدوا لي المنع قبل ومن بعد إذن ممنوع لي التوقف قبل من كيش لي التوقف قبل ولا من بعد جواب رقم زوج وربعة سؤال 33 كنجر قطرة يمكن لي نغير التجاه ليمن نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا ما عنديش علامة المنع ديال قطرة كنجر قطرة يمكن لي نغير التجاه ليمن نعم جواب رقم واحد سؤال 34 من لي نربط حزام السلامة الراقب أن الصمتة موضوعة على الخصر نعم الجواب واحد لا الجواب زوج مملويش نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة نعم ضروري ما نراقب الصمتة أن تكون موضوعة على الخصر ومملويش لحاجة واضحة جواب رقم واحد وثلاثة سؤال 35 بعد ما طلبت النجدة من الأفضل ننتظر الإغتاء في العربة ديالي الجواب واحد خلف قطبان الأمان الجواب زوج هنا بعد ما طلبت النجدة في حالة وقوعها طبط في طريق السيار طريق السيار كيشكل خطر ضروري ما ننتظر إغتاء خلف قطبان الأمان جواب رقم زوج سؤال 36 نقص من السرعة وندوز الجواب واحد لازم نوقف الجواب زوج كيف كاللاحظة هنا الراجل غد يقطع إذن لازم منوقف طروري ما نعطي الأسباقية الراجلين حيث كي يقطعوا جواب رقم زوج سؤال 37 هاد العربات كتمشي بشوية يمكن لين تجاوز نعم الجواب واحد لا الجواب زوج هنا في الطريق عندنا خط متاصل كي منعني من تجاه ديالي من تجاوز إذن ممكنش لين تجاوز جواب رقم زوج سؤال 38 يمكن لين توقف علي من الجواب واحد علي صر الجواب زوج يمكن لين وقف علي من الجواب ثلاثة علي صر الجواب ربعة نحن كنسوقوا نسوقوا في الطريق ذات تجاه واحد الوقوف والتوقف كيكون على جيت ليمن واليصر يمكن لين توقف على ليمن نعم وعلى ليصر ممكن شين توقف لأنني عندي علامة لملة أما بالنسبة للوقوف يمكن للوقوف على ليمن وعلى ليصر بإذن تجاهين بجوز جواب رقم واحد ثلاثة وربعة سؤال تعدو ثلاثين أنا في المكان المناسب باش نظور علي من في ملتقى الطرق اللي جاي نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نعم أنا في مكان مناسب باش نظور في ملتقى طرق اللي جاي جواب رقم واحد لأن هذا المكان ما يمنعني من المرور كيمنعني من الوقوف والتوقف هذا خاص بالحافلات إذن ما يمكن أن يندوز فيه الجواب رقم واحد سؤال 40 في هذا الحلق المسافة اللي بيني وبين شاحنة اللي قدامي كافية نعم الجواب واحد لا الجواب زوج نعم هنا وقت الشاق تلاحظوا قد ضعف مسافة الأمان هدنا ربعات الخطوط إذن هي كافية الجواب رقم واحد موسيقى